أعلنت ديوان الملكي الهاشمي أن جلالة الملك عبد الله الثاني أجرى يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي ديسك في منطقة العمود الفقر الصدري وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح وقالت ديوان أن جلالته سيقضي وبناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية قبل عودته إلى أرض الوطن سالما معافا مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان يتضرع إلى العلي القدير أن يمنى على جلالته بالشفاء العجل ليبقى رمزا وقائدا في مسيرة الأردن نحو البناء والإزدهار وخدمة قضايا الوطن والأمة